فقريت إلها حلق الثانين مع دكتور رائد محسن اقتصاصي بالإرشاد والتوجيه الزواجي والعائلة موضوعنا اليوم كتير مهم كتير حساس وهو العودة بعد سنوات طويلة إلى علاقة عاطفية قديمة لم تستمر صباح الخير دكتور صباح الخير تقاليك ورائد اللي عشر دونا أهلا وسهلا يعني هذا موضوع بحصل بكترة أنه بكون في علاقة بعمر الـ 20 يمكن بعمر كمانة المراهقة لكن أكثر عمر الـ 21 وـ 23 لم يكتب لها الاستمرارية أو أن تكتمل صح التعبير أن تكتمل يعني لحتى يشوفوا إذا ستستمر وتثمر زواجا أو الفصال معناتها لم تكتمل مش لم تكتمل يعني لازم يتزوج فهون لم تكتمل معناتها صار في ظروف وخلتهم أنه يفترقوا وعتم بيكون يعني أسباب مدية بيكون أسباب الأهل هو أسباب مذهبية أو بيكونوا صغار دكتور ببساطة يعني بل كهون فينا نقول عن الحب الأول أكتر شي يعني ممكن يكونوا كتير صغار يعني الحب الأول هو 16 17 14 13 مبارك حب الأول مثلا بيبلش كمان على الـ 64 نحن هذه مرة حكينا معنا لا عم نحكي ب بس عم نحكي بفترة نضوج شوي يعني صحيح لأن كان الحب الأول كمان يجوز التعبير ممكن ما يكون الحب الأول لكن الحب الثالث لعامب الـ 26 ولم يكتمل طيب وهلأ صاروا اثنائتهم مش إنوا تقدموا بالسن يعني صاروا مسنين وبالسنات لكن صار عمرهم بالأربعين صار عمرهم من سبعة وثلاثين تماما وثلاثين لم يتزوج أو أحدهم تزوج أو اثنائتهم تزوجوا وانفصلوا طلقوا طلقوا صار فيه طلاق فإذا نحن نحكي عن حالات كلها صار فيه طلاق ورجعت وليت اللي أنا كنت حبها بعمر العشرين كمانا هي هلأ يا أما لم تتزوج يا أما مطلقة أو اثنائتنا ما تزوجنا نعم الأهم شيء بالموضوع إنه ما حدا يفتكير إنه هنا فيه الواحد يفتكر البدوين بقعبول إنه إنسان بيتطور بيتغير يمكن ما يتطور يمكن يتأخر بعقليته ومفاهيمه ويمكن يتطور خلال نقول بيتغير فإذا هيدا تغير خلال فتة بخمس عشر سنة وقت عشرين سنة ما في حدا هلأ عمره أربعين يجي يقول إنه لما شفته لما شفته حسينا إنه كأنه منفصلنا عن بعضنا يوم هلأ فيه يقول هيك وفيه حسك هيدا يعني فيني أقول لك بطريقة تاني ما فيك ما تحس شي إذا كان شخص يعني لك يعني واحد يكون واقعي كمان بس أنت نقول هو هلأ أنا عمريك سلم جدلا يعني عمره اثنانة واربعين وعمره سبعة وثلاثين أحساسه بمحله أحساسه بمحله إنه كأنه لم يتغير شيء نعم وقت اللي كان عمره بثلاثة وعشرين وسبعة وعشرين وإلى آخره مزبوط أقول ما في يقول أنه بناء على هالشعور وكأننا لم نترك يوما أو لم ننفصل يوما أو لم نبتعد يوما معناها ذلك أنه نحن سنكمل هذه العلاقة التي توقفت بسنة 24 سنكمل نعم هون ما بيصير فيه شوية جدلية هون واشكالية هل واحد أقول سنكمل ما ابتدأناها لكن بمعنى آخر أنت أيضا أنتما الآن تبدأان علاقة جديدة أوكي لأنه في سنوات ندوج وفي أيام قطعت وفي خبرة عند الاتنين صارت مظلوط صحيح وفي خبرة وممكن تكون خبرة مرأة ببعاد خبرة سيئة أوكي فلا الميح أنه المفهوم يكون أنه سنكمل ما ابتدأناها سنة 23 و24 لكن ما فيك تحسب بما أنه كان سنة 23 سوا نحن عملنا 25 و22 معنى ذلك أنه هلأ بضعة أشهر ونلتزم بعلاقة زواجية لا فينا أقول بضعة أشهر ونلتزم بعلاقة عاطفية وعلى هذه العلاقة أنت استمر فترة طويلة نحن دائما نحددها بسنتين لأنه السنتين عاليا بيكون الوقت الكافي لتعرف إلى شخص آخر دون حسبان السنتين التي نصور عمرنا بالعشرين يعني دكتور سوري ما فهمت يعني بدك ترجع تعد من جديد كأنه كيف أنت بتقول دائما أنه لازم نتعرف بعض بفترة سنتين حتى من بعد ما لازم يقضوا سنتين يتعرفوا عن بعض من جديد إنسان جديد أنا بعد 15 سنة إنسان جديد بعادات يمكن تصبح عادات جديدة عنده تقاليد نبذت تخلى عن بعض التقاليد التي كان يتمسك بها عندما كان في السن 25 وال26 وأصبح له تقوص جديدة تقاليد جديدة مفاهيم جديدة نحو المادة نحو المسائل الروحانية الفلسفية معنى الصداقات معنى الالتزام بالصداقات معنى الالتزام بالعائل يقد يتغير الطبع يوزول الطبع لا يتغير بس إذا الواحد اشتغل على طبعه يتغير يعني إذا أنا عملت جهد وأقريت إن هناك شيئا ما بطبعه يعيق علاقاتي الاجتماعية والإنسانية وعلي أن أعمل على تغييره وغيرته معنى للأفضل طبعا يمكن هذا الأفضل بالنسبة لي ليس الأفضل بالنسبة لها هي بتعرفني وقد كان عمري 25 هك هلأ صار عمري أنا 45 صرت شيء آخر طبعا أكيد طبعا وهذا الواحد عفوا تبدو بعد هنا الإشرة المارئة فيها كان مارئ معنى قلت أنه ممكن يكون خبرة المارئة فيها سيئة السلبية ممكن يكون عادية وإيجابية عادية وإيجابية يعني فيها صعود وهووت فيها سيئ والجيد بس باك كان فيه سيئ يعني كان حدا مننا عنده علاقة كان متزوج امرأة مضمنة على كحول أو متزوج رجل مضمن على كحول لقد صارت نفسي تتعباني إذا كانت متزوج أو هو حي الله حدا منه كانت متزوج من معنف من معنف كنت لما كنا بالعشرين كنت قالوا إياها نختلف مع بعضنا وتطلع النبرة الصوتية وعادة هلأ إذا كانت متزوج من معنف وهلأ أنا أوعدها ستكون مكثورة يمكن ونبرة صغيرة اللي كان بالنسبة لنا عادية بسن العشرين هي بالنسبة لها نزار نزار إنه صار مثل اللي أنا طلقته لا إذا طلعت نبرتي مش معنيتها أنا معنف ولو شو بكي شو نسيتي وهتكنا ندخينها ونرجع بعد حرص داي كأن الشيء هل لم يكن هيدا كان من زمان هلأ هي عندها مرأة وظروف خلتها إنه ما بقى تتحمل أبدا نبرة صوتية خاصة عند الرجل عندما يكون مرتفع عندما تكون مرتفع أنا أنا عم بحكي عم بحكي أمثل من هون ومن هون طيب إذا كان فيه العائلة إلى داخل بابتعادهم عن بعض ومن بعض عائلة أو عائلتها عائلتها أو عائلتان الجهتان نعم وهلأ ما زالوا العائلتان الأهل على قائد الحياة أو فيه أخوي مؤثرين بتفكير الأهل يمكن الواحد شوي بالعمر هيدا يتحرر من أهله معيطة قبل ما كان بدوا يزعلوا هلأ إخر همه إذا زعلوا مهم أنا شفت ما يمكن يكون فيها الموقف ويمكن يكون أنه لا أنا أهلي بعضهم بهموني طيب تغير نظرتهم لأله تغير نظرت أهله الألاء إذا كانوا كانوا العائق والسبب لانفصالهم وطبعا الإنسان لما يطور ويمضج معناه أنه بظل أهله يعنوله ولكن يستير يعرف كيف يرسمون العدود ويستير لديه قدرة أقناعهم أكتر بمعنى أنه إذا هذي ساعاتي أنتم لازم يقفوا بالدربة هنا في بعض الأهل خاصة من ناحية المذهبية الذين كانوا يعارضون زواجة منه أو زواجوا منها بسبب الدين بعمر متقدم خاصة لبنتهم مبعد يتنشو ممكن يتنشو هين للمرأة هين للدين ليه ليه أنه أنا ما بقبل أنت تزواج بنتي عفوا من شاب من مذهب أو دين آخر عام الـ 26 وـ 25 وـ 27 لكن عندما تصبح 38 أو 37 صحيح أتغاضى عن ذلك بمعنى أنه حظوظها للزواج من حدا من نفس الطيفة صارت قليلة أقل عدم بقى خليها تلحق حالها خاصة عنها مسألة الإنجاب مسألة مهمة وهي بتحب حقها أنه تشعر بالأمومة فإذا خليها تتزوج وبعد الطلاق كمان كانوا يرفضوا أنه بنتم بيرفضوا كمان أبنهم بس شوي في يوني لأنه عادة بعلمنا العربي بدوائر النفوس أولادنا بيتبعوا مذهب الدين عند الأب فإذا وفي حال الطلاق كمان أنه هلأ صارت مطلقة حصوظها للزواج ثانية من شخص بتحبوا تقلصت ما علي نغض النظر إذا هي سنغض النظر إذا هي تزوجت من حدا من مذهب آخر لأنه كمان بالنسبة لحصوظها بالزواج وهذا كمان هاني لألة وهاني للدين فهيدي كمان في الأهل يصيروا أكتر مروني وفي أهل يصيروا أكتر مروني ليس من جهها مهينة للدين أو المرأة فقط لأنه شافوا بنته من الثاني اللي تزوجت من الدين ذاته قدت عذبت مع زوجها وعرفوا أنه المذهب إن كان هو ذاته وتزوجنا المذهب ذاته ما لأجل بالصعابة طب دكتور هل يكتب لهالعلاقة حظوظ أكبر من بعد لأنه كانوا بيعرفوا بعض ورجعوا لتقوا يعني حظوظه أكبر بالنجاح أنا بقول إذا لم يت إذا إذا ما افترضوا أنه هذا الإنسان بعده ذاته حدوده أكبر بالنجاح لأنه قد ما قالنا السنتان ما بينحسبوا عمر العشرين نعم عن دور ما بينحسبوا ما فيهنوا تقفزوا فوق ما فيهنوا تحسبوهم وبشهر شهرين تلتزموا بزواج بس ما فينا ما نحسبوهم أبدا صحيح هيدا حدا هيدا حدا بعرفه وكيف إذا حدا بعرفه أطرع بحكي السنتان ومش بس هيك دكتور فيني أقول شي كمان هول السنوات طبع العشرين هول السنين الحلوين يلي فيهم ذكرياتنا يلي فيهم بل كأجمل أيام أيامنا فبتكون بتجمعنا بغول الناس ذكريات حلوة حيث ما قلت حتى ترجع للنقطة الزيتة صحيح أنه لم أعني أن نمحوا تلك السنوات الماضية بالعكس هلأ من بعد ما قدنا سواء السنوات سنتات ما نحسبهم هو بيكي هو بيكي كتير أسهموا بي بعلاقاتنا هلأ بس عم أقول أنه ما نقفز ونعتبر أنه بعده كل واحد منا لأنه هيك بيصير كمان لما يجي حدا بسرعة يتزوج يقول يكي تسرعنا بالزواج كيف تسرعته بالزواج تسركم عن تحنا من بعض أنتوا عمكم العشرين نعم لأنه افترضوا أنه إنسان بالظلمة ما هو ما بيطير نعم الحكي عن فترة البعد اللي قمضانيها سوا أو ما سوا 15 سنة ما كنا كنا مفترقين هيدا بدون يصير فيها تتير حكي عن إشة اللي صارت مضرور تفاصيل عن خصوصية الشريك اللي كنت معه أو كنت معه خلال 15 السنة الماضية دائما منقول أن لأنا بوحد بخصوصية الشريك إنه في علاقة سابقة مضرور أن أفسح عن كل تفاصيل عم بحكي من جهتي أنا بس بدي أحفظ خصوصية الأكس خصوصية زوجتي السابقة اللي صار فيه طلاق مضرور يخبر كل شي عنها لكن بدي يخبر الأشياء اللي قد تؤثر على العلاقتنا الآن تصاعدا معي من هلأ ورايح بدون ما أبوح عن خصوصية الأكس زوجتي السابقة نعم يكتب لهيك علاقات الزواج دكتور بهالمسائل لأنه خليني أقول نقطة بعتذر أنه اللي بيفشل بعلاقة بيكون عندهم صعوبة بلك عم نحكي عن المطلقين كان رجال أو نساء أكتريتهم بتسمعهم بقولوا لك لا مبعيدة يعني كتير سعب لترجع تلاقي شريك وترجع توسق لترجع تتجوز وتبني حياتي من الجزء صحيح مضموط لكن احنا هن نحكي عن حدا نعرفه من قبل لأنه فيه شعور بالأمان والاستقرار للآخر فسألتني عن خبرتي طبعا بتسألي عن خبرتي الخبرة كل العاملين بالاستشارات الزوجية لكن أنا بقول إذا بدك تفكر بدون حصائيات بتذكروا هي اللي تعطيت معهم بالمسألة هذه كانت نتاجها إيجابة أكتر ما هو سلم آه كان إيجابة أكتر ما هو سلم وفي منهم مرأة وبزواجين ورجعوا للحبيب الأول أو لل صحيح يعني فينا نقول يعني أنا كمان بتعرف ليه لأنه بعرف حدا هيك براسي بهاللحظات أنه ممكن حتى لو كان زواجك سليم وترجع تلتقي بهذا الشخص اللي كان في حب من الأول ممكن يهدد علاقة الزواج لو كانت العلاقة جيدة لأنه بلك هيدا الإنسان أكتر مين ممكن يضرب لك على الوطر هيدا صحي تاني لا ما مفروض أنا إذا بسبب أو لآخر لما أتزوج من التي كنت أحبها بالمقصف العشرينات نعم وهلأ زواجي مستقر وظهرت مثلا نقول ظهرت بحياتي وهي بنا ملتزمة بعلاقة معناها معناها أنها بفتح مجال لا في الواحد بما أنه كانت علاقة راقي أنه يدل على تواصل وهي التواصل منه موضوعنا أنا هلأ مع الشريك سابق لأنه مفروض نحكي عنه بحاد ذاته بس هوني لا إذا العلاقة على ما يرام لازم نحكي عنه دكتور لازم نحكي بلك نكفل موضوع الأسبوع الجاي لأنه عبس بس أنا بختم بكلمة وحدة عن الحبيب الأول والحب الأول نعم الحبيب الأول أنا أستعملهم كثير هو دي اتكرارا ممكن واحد يقول برأي الحبيب الأول الحبيب الأول لا الحبيب الأول الحب الأول ما بعرفتها ممكن يكون الحبيب الثالث وهو الحب الأول نعم الحب الحقيقي أول مرة أشعر بهذا العمق والنضوش بالحب نعم هي مع شريكة الثالثة فإذاً هيدا هو بالنسبة إلي الآن الحب الأول لكن فلاني هي الحبيبة الأولى طبعاً فيك تعرضيني وفيك أن تارا عرضوني بل اسمه بس أنه لذلك الواحد بشعر كأنه حبيت لأول مرة لا فيقول لا مش كل مرة بحب الواحد بشعر كأنه بحب لأول مرة لا ما كل مرة لا في حب مميز في حب تحسه أذن هيدا الحب المميز عم نحكي عنه اللي ممكن يكون حداً نارق بثلاث تجارب سابقة أو ثلاث علاقات حب سابقة نعم قد يشعر من هذه الرابعة هي الحب الأول نعم لكنها ليست الحبيبة الأول أوكي 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 بالعاكس بالعاكس بتحب نكفي الموضوع جمعة الجاي بلك هيك نعمله أوكي نحكي من شيء يتفرع منه نعم نعم دكتور رائد محسن بدأت شكرك يعني إضافة وجودك معي كل تانية بتعرف ما بدأ يعبر عن حب كتير لألك وعن فكرك شكرا لألك دكتور رائد محسن